اصدقائي اهلا وسهلا فيكم في لقاء يديد من برنامجكم الفنان الصغير تحية لاصدقائنا في البيوت اللي يشوفون البرنامج الحين وتحية لبناتنا ولأولادنا في المدارس ايضا وتحية لكل اللي يساهمون معانا في البرنامج في سبيل ان احنا نوصل الى عدد اكبر من الاصدقاء نشوفهم سواء نلتقي فيهم داخل الستوديو في التلفزيون او نلتقي معاهم في المرسم في المدرسة وطبعا في تركيز شوية على لقاءنا مع اولادنا وبناتنا في المرسم لان المرسم هو المكان اللي اذا كانت التربية الفنية بتتقدم شوية ونحصل على نتائج ممتازة ونخلي اولادنا وبناتنا يشاركون في المعارض الدولية خارج الكويت لازم يكون في تركيز على عملهم داخل المرسم الكلام هذا يسمعون الاولاد والبنات ويسمعون المدرسين ومدرسات التربية الفنية وايضا ابلات التربية الفنية التركيز اللي هو العودة مرة اخرى لانه في فترة من الفترات المدرس والابلة مدرس التربية الفنية وابلة التربية الفنية بتعدوا شوية عن المرسم وصار فيه اهتمام خارج المرسم في ارجاء المدرسة احنا نبيهم يرجعون الحين إلى جو المرسم اللي هو الورشة أو المصنع أو المعمل واسم المرسم نحصل فيه على إنتاج لأولادنا وبناتنا والإنتاج الفني هذا وهو اللي نقدر نشارك فيه سواء في المعارض المحلية أو المعارض الخارجية فنانين الصغار يتربون داخل المرسم ويكملون مسيرتهم أيضا في البيت تحت رعاية يعني ولي الأمر الأب الأم الأخ الكبير فيه ممكن تكون أخت كبيرة مدرسة للتربية الفنية أيضا فيه الأخ الكبير ممكن يكون هاوي للتربية الفنية فإحنا شوية بس نرجع نهتم في أولادنا وبناتنا داخل المرسم وهاي النصيحة مقدمة للأولاد والبنات والأبلات ومدرسين التربية الفنية اليوم احنا أيضا في مدرسة القادسية المشتركة بنات مشترك يعني ابتدائي ومتوسط معانا مجموعة كبيرة ما شاء الله من البنات نبتدي نخليهم يعرفون نفسهم وقدم نروحهم للبرنامج قولي بالله اسمك أبا حمين ياسمنا البنات عطي اختس اليمش عشان ترسمها قريب جباد داصر البرقش فعطنا تعارق الفرحان شاطرين يلا عواطف حسن حسين هتلسكم المكروفون وايد حال شكو زينب أحمد القبضي سالة حسن السيد مصطفى السيد أهود فيدي محمد المشعان شايمان بارك أحمد للأسف قولي ياسم محمد الجسمي تمام انتو الحين يا ابنيات موجودين خلي خلي مكروفون عنديش تقريبا عشان إذا بقينا نتكلم الجزء هذا من بناتنا اللي هالصوب يشتقلون في عمل مجسم والعمل المجسم تشوفونه جدامكم عبارة عن مزهرية أو فازة كبيرة نبي واحدة من البنات الحين نمتدي يعني نمتدي من هنا أو أنت تتكلمين نمتدي من هالصوب وينتقل المكروفون أصل المزهرية هذا شنو يعني هذي انتم مسوينها ولا هي جاهزة لا احنا مسوينها هذي المزهرية العودة لا هي جاهزة بس احنا ملونينها انتم ملونين نزيل عطيها نمتدي نبتدي شلون بالألوان أول شي لا أول شي داخذة هو ليب بعد تحطها لحظة انت الحين هذي المزهرية اللي جدامنا مو احنا يعيبينها جاهزة شمالتها شنو كان فيها ما قلت لكم الأبلة؟ لا ما يلقى أحمد لما يوالدها يعني المهم المهم انه مو هالحجم ممكن تكون هالكبر وممكن تكون أصغر وممكن تكون أكبر بعد معدل؟ ايه اللون الأسود هاله من وين يش؟ البلا يعبدتها ورشتها فيها علشان تصير أسود رشتها يعني سبري رش ايه علشان تعطيها اللون الأسود ايه عطيها المطبوع بعد اللون الأسود شنسوي؟ نيبن نسوي الصغار السبيطين ايه وهم الأوان ونسوي نحطها بما نقف نص هذا الشكل ونسوي نقصها ايه ونحط الماكينة ونصير نصامها تمام الحين أنا شايف جدامكم وبعد شوية راح نعرض ندش على هذيلا شايف شغلات مثل الحلاو شديه مثل الألوان ها أشياء مقصصة لها أشكال وشايف عودان شديه مثل هالي راوي بله رفع العود عشان شوفينا بالكاميرا شوفونا بالكاميرا انزين اه هاذا شلون نسوي وهاذا شلون نسوي قولي لنا أول شنطع نحط هذا ونتحطت الماكينة طبعا سامت هذا الشكل يعني يطلع شديه ماكينة تتحرك مثلا ايه ويطلع الآ Brown أو يطلع الخيط أو الحبل أو اخبرنا ننطب اخيفا زي ولد أشكال شلون نسويهم احنا لما نطلع الشكل تيدي الأشكال الأشكال هذي هذي هاي شلون نسويها إن قصفة بسلتينة خاصة حق الطين يعني يطلع لنا الأشكال اللي جدي تطلع لأشكال هذي زين عطيها لما تصفهم بعد زين الشكل هو طالع العجينة هذي تطلع البرتقالي بروحة والأصفر بروحة ولا هذة أنتو تلونونه لا هي تطلع بروحة بس احنا يكون في شوية الطين نحط معها طين يطلع الشكل جدي الطين ولا لون قصدي طين ها يعني تخلطون الطينتين مع بعض ها تطلع لنا الأشكال هذي اي زين أعطيها المكروفون زين أول ما تطلع العجينة هذي مو تكون لينة اي شكثر شكثر يعني تبي وقت على ما تنشف يعني شي نساعة نساعة ساعة يعني نشوفها احنا نختبرها بإيدنا معادة لأبنات تختبرونها تشوفونها بإيدكم تشوفونها نشفت ولا لا ادل اي طيب الرد الحين مرة ثانية اي اي اعطينا المكروفون اعطينا المكروفون اي 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 قولنا بالله مدام انت يم المزهرية شلون نثبت الأجزاء هذي الأشكال نضيب الصاب ونحط عليه بد داخل بعد اللزقة يطلع لنا نزيل انت حين مثلا الخط اللي فوق شنو فيه الخط فيه على نجوم اللي فوق هاله فيه نجوم نزيل الخط اللي تحت هما نجوم نزيل والخط اللي وراه مثل على وردة لا هذا أحرف عطيها المكروفون عشان نشارك كلنا مع بعض نزيل عقب الخطين هذي شنو الخط هذا وهذا مثل أحرف أحرف يعني تعرفين الحرف هذا شنو ها أحرف انت تعرفينه شا اسمه أم هذا أم ولا أتش ها أتش أتش يعني اللي حرف اله ها أتش مش ديك زين وهذا شنو اللي تحت مثل دائرة صغيرة دائرة زين عاربت المكروفون هناك وصلي حق شا اسمه هاي قلت لا لا بس ايه تمام ايه زين لا لا ليش انت ايه انت ايه زين في تحت يعني اينا حين من فوق ونزلنا وملأنا الجزء هذا كله ليه تحتيني كلها بالأشكال هذي يعني يصير الشكل زين لما نلص نثبت الأشكال هاي كلها على المزهرية ولا نحط أشياء ثانية بعد نشكل المزهرية كلها من الأجزاء هذي فيه أشكال غيرها شنو الأشكال فيه أشكال على أكبر مثلا يعني يعني شكل ورقة شجر ولا دائرة كبيرة ما في دائرة كبيرة بس على هالشكل أكبر واحد زين ليش ما نقدر نسوي بديننا الأشكال ما قلنا نسويها بإيدنا بلا نقدر ها لازم من المكينة عاطي هذي جيب الله لمكروفون هذي هذي إذا بغينا نسوي شكل احنا نبي يعني يعني مو المكينة لا احنا نسوي الشكل تقدرين تسوينا نفس الطينة هذي شو نفردينها نفردها على الطاولة بقطعة خشب الخشب هذي يكون شكل مدور ولا مربع مدور نقدر نفرد الطينة بحطوبها مربعة لا ما يصير ها لازم دائرية عشان تتحرك معنا عادل ونسوي الشكل النبي ممكن أنتوا تكملون المزهرية هذي بأشكال أنتوا تسوونها أيضا غير المكينة عادل عشان نقدر نقول والله البنات تشتغلوا نزيل إيه من المكفون الحق البنائتنا اللي يمن هني أنا شايف جدامي اللون هذا لون شنو برتغالي مو شنو فلورسنت صايد من القوي هذا نزيل هني اللون هذا برتغالي وداش عليه أزرق عادل نعم شلون صار شدي هاي مو لما يطلع من نحط فوقه لون ثاني اللي يبقى في المكينة وش ذي نحط عليه لون ثاني شيصير يصير مثل يعني البرتغالي لما يطلع يسحب معه شنو لون أزرق الأزرق يسحب معه شذي فيصير عندنا اللون متداخل أزرق مع برتغالي عادل هذي هذا الشكل نبس لو نركز عليه شوية هني هاي الأشكال يعني من صوت الأشكال نحس أن فيهم يعني يابسين وطبعا وناشفين هذا نتيجة تعرضهم للهوى الطين هذا يتعرض للهوى فيصير ناشف كل الأشكال موجودة هنا أخضر جاء على شكل نجمة والأصفر على شكل نجمة أكبر حرف ال-U بالإنجليزي حرف ال-O في حرف ال-M وال-H كل الحروف موجودة وفي نفس الوقت هذا الشكل احنا طبعا الماكينة مو عندكم الماكينة موجودة حسافة ما قدرنا نحصل عليها علشان نشوف كم لنتوا نشغلكم يمكن نرجع لكم مرة ثانية يعني مو كلكم بس واحدة أو لفنتين خليش تغل هني قذب المكروف هني طبعا نرجع شوية لبناتنا اللي رسمون أشكال أو رسومات شوية حجمها حجمها كبير شاسمك انت فاطمة طارق الفرحان اي فاطمة طارق الفرحان فاطمة انت حين لوحة اللي جدامنا هذي نحس انها شكلها شوية أكبر من يعني أكبر من الرسومات اي بس احنا ما عرفنا قياساتها ما تحددون القياسات انت لا يعني انت الحين الابلة قالت لتش رسمي على ورقة هالكبر او ورقة كبيرة اي نفس الشي اي تخافين من الورقة الكبيرة لا يعني لما تشوفين مساحة بيضة جدامج كبيرة ما تخوف يعني لا ما تقول ما تشوي فيها توهقت فيها لا ها نزين استخدامتش حق الالوان المائية من متى قمت تستخدمين الالوان المائية يوم انا كنت بتاني ابتدائي وانت حين اي صف انا رابعة طابعة بتدائي زين من ثاني ابتدائي الابلة بتتتعلمكم مثلا شلون تستخدمون الالوان المائية اي طبعا حين استخدامتش الالوان المائية طبعا اقوى موش ذين اي زين في البداية في البداية شكنت تسوي يعني الابلة شتقول لكم بخ نسوي مساحات مثلين ولا شنسوي لا نسوي يعني بنيا ماسكا الورد وصويف وكالمطار شذي بنيا ماسكا الورد وهذا موضوع قوي يعني بيلا شغل لكن انت فكان يبتدائي تذكرين اول ما اشتغلت بالالوان المائية شلون يعني ما عارف ما عارف اشتغل فيهم اي الالوان المائية ما عارف يبيلها شوي تمنى الجهود اي يبيلها شغل زين اللوحة اللي جدامنا هذي فيها الوان مائية وفيها شنو هذي لك هذولي عودان اي العوادة العوادة مروت الاسناب وهي شنو وهذه صفرة هاي قطعة من يعني لا هذي قطعة من السعف اي يعني سعف او زبيل او شي قاسم مننا قطعة عشان نسوي مننا السفرة وهي شنو هنين ما فوق هاي السعف انخلة يعني شكل انخلة طبعا اللوحة الان كبيرة لما نعرضها راح تغطينا بس نشوفها وبعدين نرجع اللوحة مرسومة بالألوان المائية واصدقائنا شافوا المساحة تقريبا كبيرة خل شاسمك انت فاطمة فاطمة لو الابلة قالت لشوف ما قدرت الحين واللوحة هذه العودة نريد نرسمها على كرت صغير هلنين تسوينها اي يعني ما سوي كل هذا في اللوحة سوي جزء منها جزء منها اي يعني السعف مال النخل سوي صغار حطتي يعطونكم شي اسمه ملامس سطوح لا يعطونكم شي اسمه بارز وقائر اي اي يعني شنو شعطوكم اذا سوينا شي يعني هو معلع ونورقة يعني مثل هذا هذا بارز هذا بارز نزين والغائر الغائر يعني مثل هذا ما يسوي لا الغائر يعني شي نازل على سطح اي اي يعطونكم شي اسمه الخشن والناعم اي اي الخشن ممكن نشوفه على أي سطح مثلا يعني ليف باليش مثلا في الأقمشة مثلا مثل الحرير ناعم ناعم ومثل المخمل لملمس قيلة ناعم بس لوبر في شي خشن شدي مو زين ما ينفع حق اللبس الشيء أحد اللي يحطون فيها لطحين المنخل لطحين المنخل هذا أيضا خشن لكن الخيشة خشنة ولا ناعمة خشنة والحرير ناعم 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 نشوف أعطي المكروفون لأختي تمام شدي نشوف اللوحة هذي قلنا اسمش مرة ثانية عشان نسيتها مريم جمال ناصر البرغش مريم أنت راس من اللوحة هذي ناعم مقاصدة أنت تحطين فيها ألوان حارة شدي قوية ناعم الأبرة قالت لكم هذي الموضوع حر يعني أو لا قالت لكم خنسوي الألوان الحارة لا هي قالت لنا سوى عن الكويت قديمة في فرات سوى عن مثل الشيء بس شنو بارد أنا سويته حار يعني موضوع الألوان كيفكم يعني أنت تحطون ألوان باردة ألوان حارة ألوان أساسية ألوان ثانوية كيفكم بس المهم الموضوع الموضوع هذا شيء يمثل الكويت قديمة كانوا يستعملوا هالأشياء نزيل نشوف اللوحة ونرجع عشان نشوف شنو قصد شنتي شوف اللوحة هذي طبعا أصدقائنا راح نشوفوا اللوحة قوية كلها بلون الأحمر ها اللوحة هذي فيها عناصر وأشكال عدل نختبرش عشان نشوف تعرفين الأشياء هاي ولا ما تعرفينها هاي شو يسمونها هذا المزين هذا شو يسمونها المبخر شو يحطون فيه هذا المبخر شو يحطون فيه بخور البخور شلون ريحتها زينة ولا مزينة زينة كل الكويتين استخدمون البخور عدل هذي سمونها مبخر عشان يحطون فيه البخور هاي شو يسمونها هذي هذي شو يحطون فيها القهوة شو يسمها قولي لها دلة الدلة يحطون فيها القهوة فيه مبخر ودلة وأكو شي تعني بعد هذي شنو هذي دولاش المراش جو يحطون فيه تحطون في ريحة تحطون في الدولة الشوربة يصير تحطون في الشوربة للمراش تحطون فيه ماء حدي live تحطون في AMA تحطون فيه كلانية يعني ما نقول كلوني حطوهم فيه مايورد وعليه مشعل وشكلات شديد عشان تشير ريحة حلوة معدل هو عادة قبل قبل إذا أنت تبترسمين على الكويت القديمة قبل يحطوهم في المرش مايورد صح؟ صح خوش كلام؟ عرفنا هذا وهذا وهذا خوش كلام من زين نشوف رسمة ختنا اللي قاعدة هناك أشوف بالله خلي صوتش واضح لأنت بعيدة عني ترى خلي صوتش واضح وإحنا نشوف اللوحة هذه أنا تقريبا مدام فيه لوحات هنا شرايش نعرض هذه أحسن خنشوف اللوحة هذه أول عشان نشوف البنات شلون يصير عندهم فيه دقة فيه رسم التفاصيل يعني يرسمون اللوحة بتفاصيلها الدقيقة والبنات يزينون شكل البنت وشعر البنت والوردة والشباصات والشغلات هذه كلها تكون واضحة تقريبا فيه اللوحة هني شو اسمش انت أبرار أبرار أنت هنا اللوحة فيه أشكال صغيرة تحت هذين اللي قاعدين في البحر شو سوون هذين تسبحون تسبحون الشكل لما يصير بعيد شلون نشوفه نشوفه كبير ولا يزغر لما يصير بعيد يزغر عدل أنت موافقة ولا مو موافقة موافقة الشكل لما يصير بعيد يصير صغير ولا كبير لا أنا بسمع صوت نشوف اللوحة هذي كلها واحد لأبرار لأنه فيها شوية مدامة نحن قادرين نحصل على كلام من أبرار نشوف لوحاتها اللوحة أيضا هذي فيها أصدقائي لو تشوفونها فيها تفاصيل فيها الشكل الأم والعباية والولد لابس داشا والبنت لابسة نفنوف وفستان يعني في تفاصيل للأشكال شكرا يا أبرار تبتقولين شيء خافت تبتقولين شيء بس كلش ماكو شيء زي نعطيها الميكروفون أنتوا سويتوا شيء الحين عطينا الميكروفون أقب ما هديناكم من شوية سويتوا شيء ها سويتوا زدتوا عليه الخاط مش هذي زين أنتم متأكدين قبلها قالت لكم أن هذا بتصمق رح يلصق ما يطيح ها يلصق تمام ما رح ترشن عليه شيء ورنيش ولا شيء لا لا هو ملون هو ملون تمام تبتقولون شيء عن الموضوع هذا في أحد يبي يقول شيء انت هناك تبتقولين شيء يمكن نسينة خلاص طيب احنا أصدقائي نشكر بنياتنا لهالصوب لهالصوب اللي شاركونا الحين في الأعمال الأشغال الفنية وفي الرسومات نشوف الحين فقرة ثانية ترجمة نانسي قنقر 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 وتشاركنا أيضا في الدردشة والسوال فهي تشاركنا الأبلة نوال موجودة معنا ورح نسألهم تقريبا أهم الحين قاعد يحضرون رسومات يعني على مستوى المتوسط شوية أكبر من الابتدائي رح يشاركون فيها في معرض عالمي وخارجي خارج الكويت فكان التركيز على المظاهر أو الحياة الشعبية أو الفلكلور الشعبي أو البيئة الكويتية تكون واضحة في الرسومات عدل الكلام هذا يا أبلة نوال نحن تقريبا يعني في شروط قالوها للمسابقة يعني قالوا لكم الرسومات تتكون من كذا كذا أي طبعا في شروط اللوحة أول شيء الألوان الخبرات هذا تكون مفتوحة طبعا الألوان شينية شمعية مائية أي مع عدل قلم الرسومات ما يبون قاعد ما يبون قاعد هو الأسود والأبيض أي وطبعا نحن كل المراحل اللبتدائيه المتوسط أي وهذا وتكون شيء بس عن الكويت عن الفكرة عن الكويت عن الكويت حددوا لكم القياس قلتي لي أي 30 في أربع 30 في أربع نحن لقائنا مع أخينا هني شي اسمك قل اسمك هني ايه قل اسمك الكامل موسيبة محمد المساب ايه موسيبة أنت في أي صف ثالثة متوسط ثالثة متوسط يعني تقريبا خلاص قطعتي مرحلة كبيرة من المرحلة المتوسطة مش ريه أكيد تحسين أن الرسومات تشوية وعمالت تشفينية شوية صارت أحسن من البدائي مش ريه تهتمين في التفاصيل والشقلات هذي إذن عندي شروحة هني من اللوحاتك خليها عندي هذي عشان وقت ايه تعارفين أنت عندش فكرة عن المعرض اللي راح تشاركين فيه ايه اللي سمونا شنو موسابقة شنكر شنكر ها هذي موسابقة يشاركون فيها ايه كم دولة ولا كل الدول ولا ما عندش فكرة اه يعني كثير من الدول اللي شاركوهم مش ذي ايه كل الدول كل الدول موسابقة خارجية من زين وعالمية ترى وكلام اللي بقولت جاي يعني احنا من زمان من سنين لما الكويت تشارك في المسابقات هذه ترى تاخذ جوائز ايه يعني احنا من روح للمسابقة ونرجع من غير جوائز لا دايما تكون عندنا نرجع بجوائز انت ركزتي على الشي الشعبي او الجانب الشعبي او الجانب البيئة الكويتية لا الجانب الشعبي الجانب الشعبي انزل لو انا الحين رويت الاصدقاء اللوحة هذي نشوفها وبعدين نرجع للمسابقة مرة ثانية ايه نشوف مكونات اللوحة نحفظها تشي في عيوننا وبعدين نرجع للمسابقة علشان تقولنا ايه شنو تتكون اللوحة من شنو نسابقة ورقة مخمال ايه ورقة مخمال للأعلى صوت شوي ورقة مخمال واقماش ايه ورقة عادية ورقة عادية ولوان شينية ولوان شينية طبعا انتي اقمشى البنت هذا انوا ماذا سمونا هذا؟ البخنق و هاي شو سمونا؟ الدراءة هني أنا حاس أن على البخنق فيه مثل معجون أو شو مسويتها؟ شماله هذا؟ فيه أنوان تكون نفس المعجون يعني نحددها على القماش يسمونا محدد مش ذي؟ ايه محدد على القماش و بعدين نمسوي هني شو اسم هذي؟ دلة ماذا يحطون فيها الدلة؟ نحطون فيها القهوة ايه بعد ما تسوي نميذت ذاك هاي شو سمونا؟ مهفة شو يستخدمونها حق شو المهفة؟ يهفون فيها يعني شو يهفون يعني؟ يهفون فيها حق نفسهم حق الأكل أي شيء ايه ينزين يعني الواحد اللي صار عليه حر شو يسوي؟ يهف فيها يهف على روحها عشان بنكة صغيرة أو هذا التكيف ما القبل الناس قبل ما عندهم تكيف وهذا يكيفون روحهم في المهفة تعرفين المهفة يصنعونها من شنو؟ من أنه ما عندي فكرة ما عندي شكرة؟ نزيل نشوف رفيجتنا أو صديقتنا إش اسمت؟ حنان بدر حمود العدواني حنان إحنا طبعا حنان قبل أن نبتدي أصدقائنا اللي قاعدين يشوفون البرنامج حنان إحنا في من سنين تقريبا سابقة سوينالت مقابلك انت في أي صف؟ كنت في ثالثة جدائي ثالثة جدائي وانت في أي صف؟ ثالثة متوسط يعني طاف شمسنا على التصوير الأولي؟ من ثالثة جدائي إلى ثالثة متوسط؟ أربع سنين أربع سنين؟ إينا أربع سنين تقريبا مش ذي؟ إينا نزيل طبعا أنت في ذاك الوقت لما قابلنات ثالثة تفرق حين أنت ثالثة متوسط مش ذي؟ صح نزيل الأشغال والأعمال الفنية اللي تسوينها شلون يعني تسوينها أحسن الحين ولا المواضيع اللي يعطونكم إياها أصعب ولا شلون يعني؟ لا نفس الشي لأن الرسم هو هواية يعني هواية جميلة ويعني كل إنسان يحب يمعرسها يمعرسها على قد مرحلته نعم يعني اللي يرسم أولى ابتدائي لمرحلة والأولى متوسط لمرحلة وأولى ثانوي لمرحلة نعم نزيل عندش أنت من الرسماتش اللي رسمتها وأنتي الابتدائي؟ اي نعم عندي عندك؟ اي نعم نحتفظة برسمة ورسمتين مش ذي؟ شوف شوف اللوحة هذه اللوحة هذه اللي أخذتكم حنان بدر العدواني اللوحة يعني فيها تركيز وفيها قوة أيضا تناسب البنات اللي فيه ثالثة ابتدائي اي ثالثة متوسط قصدي طبعا نحس هنا يا حنان أن الرسم ابتدائي يصير ياخذ شكل يعني ما فيه أخطاء ما فيه أخطاء يعني النسب والويه والأدين والشعر فيه تزيين عدل؟ صح طبعا بس إحنا لازم أول شي نستعمل الرصاص عشان يعني أي غلطة نقدر نمسحها وبعدين نضبط الرسمة بالألوان الشينية والمائية وكل الألوان يعني أنت شم الألوان اللي استخدمت يا هني؟ هني استخدمنا اللون المائي وشوية من الألوان الشينية وإلوان ناشفة مثل الأحمر خشبية بعيد؟ نعم خشبية شوي طبعا نرجع لأبرا نوال سؤال أبرا نوال بالنسبة للمسابقة طلبوا المرحلة المتدائية؟ ايه مع بعض تدائية متوسطة ها المرحلة التدائية والمرحلة المتوسطة طبعا أنتو شا توقعين الفقولة ابتدائية يعني البنات يعني صراحة ما يدفون بالمسابقة يعني نادل ما تلقي طالبة تكون يعني الرسمة تكون ضابطتها هو طبعا المطلوبة هما مو هما يدشون انتو كأبلة يعني أو كمسؤولة انتو مع بقية الأبلات تقدرون تاخذون ولو نتيجة نتيجتين ثلاثة أرد لا لا نقدر نحصل على نتائج تحصلون بس موايد يعني في المرحلة في أولى ابتدائية في أولى ابتدائية في أولى ابتدائية ودزونهم فعلا وشاركوهم لا ودزهم فعلا أيه طبعا في بعض موايد نجحون طبعا خصصا من الابتدائية تكون رسم البنية تكون نفسها يعني رسم إيدها ما يبون تدخلات طبعا من أحد مساعدات من برة وهم عملا الحكام اللي موجود هناك حكام دوليين يعني ما يقولون ما يقولون هاي رسمة ياهل وفيها شخابيط لا يعرفون السن ويعرفون شلون يحددون يعني احنا هني الناس الكبار يقول لك رسمة شنها بايخة شهل شخابيط شهل كلام يعني ها انما هناك الحكام يعرفون المراحل ويعرفون شكثر يقيمون كل رسمة على حد نسيبة تابت قلين شيء ها لا ما تتمنيين إن شاء الله تفوزين في المسابقة إن شاء الله إن شاء الله ونشوف حنان دل بتقوليني شيء على المسابقة هذه أتمنى أن كل الطلاب وطالبات يشاركون فيها إن شاء الله والكل إن شاء الله يفوز في رسمة إن شاء الله وهذا يعني تراثنا القديم وليزم احنا يعني نحتفظ فيه طبعا فوزهم معناه أن يرفعون اسم الكويت أجزادنا لا ورفعون اسم الكويت بعد لما لما تفوز الكويت أيضا تكريم لدولة كويت نعم وتكريم لحكامها شكرا يا حنان شكرا يا نوسيبة ونشكر قبل نوال اللي شاركتنا اليوم في السوال البسيطة هاي اللي سويناها مع بناتنا أصدقائي نشوفكم إن شاء الله على خير ونتمنى لكم التوفيق دائما ومع السلامة اشتركوا في القناة